المدرج الروماني في العاصمة الأردنية عمان من أعظم معالم المدينة حيث كانت تقام فيه الحفلات والتمثيليات الإدرامية لتسلية المواطنين الرومان ويمثل المدرج اليوم مزارا للسياح من مختلف أنحاء العالم للتعرف على الحضارة الرومانية والفن المعماري الذي يستخدمه الرومان في بنائه لفت انتباهي الطراز المعماري كونه يعود العصر الروماني فنتعرف على حضارة بلادنا والحضارات اللي مرت فيها واللي عدت إلى الطراز المعماري اللي احنا شايفينه فشوفنا تعرفنا على كتير شغلات منها المتحف الأثر الموجود على الطراز التراثل عراقة هذا المكان استقطبت أعدادا كبيرة من السياح والزائرين والبعض منهم زار المدرج مرات عدة كون مرة واحدة لم تكفيه للتعرف على تفاصيل هذا المكان أول جياتي على الأردن طبعا أول جياتي كانت زياراتي كلها كانت تصب في هذا المكان لجمال هذا المكان طبعا قدم هذا المكان مكان جميل جدا زي ما انتوا شايفين يجلب سواح يجلب أهل منطقة وتشير الكتابات اليونانية الموجودة على إحدى منصات الأعمدة إلى أن المدرج بني إكراما للإمبراطور مارديانوس الذي زار عمان سنة 130 ميلادية لتدشين الطريق الممتدة من البصرة والمارة بجرش وعمان إلى البحر الميت ترجمة نانسي قنقر